في منهج العترة الطاهرة أئمتنا أمرونا إذا ما شككنا في حديث من أحاديثهم فإننا نعرضه على القرآن قطعا عملية العرض على القرآن ما هي بعملية مستسهلة سأحدثكم عنها بالإجمال فيما يأتي فإذا كانت أحاديث أهل البيت نعرضها على القرآن وفقا لمنهجهم فإذا اتفقت مع القرآن نأخذ بها ولا شأن لنا بمن نقلها أكان ثقة أم لم يكن وإذا لم تتفق مع منطق القرآن فإننا نرفضها رفضا كاملا ما خالف القرآن فهو باطل ما خالف القرآن فهو الزخرف الزخرف الباطل الذي لا قيمة له الذي لا حقيقة له هذا هو منهج العترة الطاهرة فما بالكم بمتبنيات مراجع الشيعة إذا كانت أحاديث أهل البيت تعرض على القرآن قطعا من باب الأولى أن نعرض متبنيات مراجع الشيعة فما جاء موافقا للقرآن نقبله وما جاء مخالفا للقرآن نلقي به في المراحيط في بالوعة المراحيط إنه قذارة صادرة من هؤلاء المراجع جاءونا بها من تلك العيون الكذرة جاءونا بها من تلك العيون الكذرة القذرة الوسخة ولذا فإنني سأعرض علم الرجال على القرآن غاية ما في علم الرجال التقييم قواعد التقييم موازين التقييم لرواة الحديث هذا هو غاية ما في علم الرجال أبدأوا من هنا من سورة البقرة ومن الآية الثلاثين بعد البسملة إنها حكاية هنا حكاية الإنسان إنه برنامج الاستخلاف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة أخطأوا في التقييم في تقييم هذا الرجل في تقييم الرجال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فماذا قال لهم قال إني أعلم ما لا تعلمون موازين تقييمكم خاطئة وهم ملائكة يقيمون أبانا آدم يقيمون نبيا من الأنبياء الله يقول لهم إني جاعله خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذه موازين التقييم عندهم فماذا قال لهم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون موازين تقييمكم خاطئة موازين التقييم التي هي موازين الحق والحقيقة عندي أنا أعلم بها قال إني أعلم ما لا تعلمون تستمر الآيات وعلم آدم الأسماء كلها إلى أن قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا بعد ذلك يقول الله لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الملائكة أذعنوا واعتذروا وسجدوا لآدم لكن ليس اعتمادا على تقييمهم وإنما اعتمدوا تقييم الله هذه هي حكايتنا حكاية التقييم فعلم الرجال حكاية تقييم لرواة الحديث الملائكة بعظمتهم أخطأوا بحسب موازين التقييم التي عندهم فأخطأوا في تقييم خليفة الله في تقييم أبينا آدم وكان الذي كان لا أجد مجالا كي أخوض في التفاصيل ولكنهم بعد ذلك اعتذروا اعتذروا وسلموا بفضل آدم وسجدوا لآدم المشكلة أين كانت المشكلة كانت في موازين التقييم الملائكة في الملأ الأعلى وهناك عندهم إشكال في موازين التقييم ومن هنا ماذا قال لهم الله قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا الذي تفعلونه ما هو بعلم علم رجالكم هذا ما هو بعلم من هنا فإنني أصطلح عليه علم القنادر لأنه ليس بعلم ما يصطلح عليه مراجع النجف علم الرجال فإنني أصطلح عليه علم القنادر وهذا كثير عليه فما يسمى بعلم الرجال هو جماع ما بين الجهل والجهالات والجاهلية القذرة هذه هي الحقيقة التي سأضع أيديكم عليها وقد وضعت أيديكم عليها في حلقات متقدمة من هذا البرنامج المشكلة مشكلة التقييم قال إني أعلم ما لا تعلمون متى قال هذا سبحانه وتعالى حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال هذا التقييم وهذه المقارنة جهل في جهل قال إني أعلم ما لا تعلم من سورة البقرة أذهب بكم إلى سورة الأعراف إبليس مشكلته أيضا في التقييم في سورة الأعراف في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لماذا لم تسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ميزان التقييم الملائكة قارنوا بين تسبيحهم وتحميدهم وتنزيههم وتقديسهم لله وبين ما سيصدر عن بني الإنسان من إفساد وسفك للدماء وكان التقييم خاطئا بالكامل بل كان جهلا بالمطلق لأن الله وصفهم بعدم العلم من أنهم لا يعلمون وها هو إبليس في الموقف نفسه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولذا فإن أئمتنا يلعنون إبليس ويقولون بأنه هو أول من قاس قام بعملية مقايسة بين أصل خلقته وأصل خلقة آدم نحن نقرأ في سورة ياسين في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة وما بعدها وضرب وضرب لنا مثلا إنه الإنسان المعاند وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إنه الإنسان المعاند قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي 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 جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فالنار من الشجر وشجر من التراب فإن آدم سيكون أشرف خلقة من خلقة إبليس لأن آدم خلق من العصل من التراب وأما إبليس فإنه قد خلق من الفر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الأكسجين الأكسجين يتولد من العملية الخضراء يتولد من الأشجار في النهار والأشجار كذلك تكون حطبا والحكاية أوسع من ذلك وأبعد من ذلك فإن الطاقة التي عند الإنسان مردها إلى الشجر فالإنسان يأكل من الشجر ويأكل من الحيوانات التي تأكل من الشجر وطاقة عند الإنسان تأتي من هنا وطاقة الإنسان هي نار الحياة على أي حال لا أريد أن أذهب في هذه التفاصيل قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين عملية قياس وهي التي يقوم بها الرجاليون قياسات باطلة واستحسانات خرقاء وحدث كاذب لا حقيقة له فعلماء الرجال لا يمتلكون مصادر حقيقية أتحدث عن مراجع الشيعة في النجف وكربلاء لا يمتلكون مصادر حقيقية تشتمل على معلومات حقيقية ولا هم شاهدوا الأمر بأنفسهم ولا نقلوا عن أناس شاهدوا الأمر بأنفسهم هراء في هراء في هراء هذا كل الذي عنده فأول من قاس إبليس ألا لعنة على إبليس وهو الذي أسس علم الرجال فعلم الرجال علم إبليسي قذر وقد خدع أبانا وأمنا آدم وحو وخدعوا أيضا بميزان تقييمهم في السورة نفسها في سورة الأعراف إبليس يقول لأبينا وأمنا آدم وحو في الآية العشرين بعد البسملة من سورة الأعراف والتي بعدها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما أقسم لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين هذا هو تفسير القم الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة مئتين واثنعاش وما بعدها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرايل فقال يا آدم أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك هالجنة وأباح هالك ونهاك مشافهة ألا تأكل من هذه الشجرة بشكل مباشر قال لك هذا الكلام فأكلت فأكلت منها وعصيت الله لماذا فعلت هذا فقال آدم يا جبرايل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا ميزان تقييم من عنده ففعل أبونا آدم بنفسه ما فعل مع أمنا حواء وقاسمهما أقسم لهما إني لكما لمن الناصحي بعد ذلك تأتي الآية التي تلي هذه الآية فدلاهما بغرور ضحك إبليس على أبنا آدم وعلى أمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحي هذه الرواية مهمة جدا في فهم ما جرى إمامنا الصادق يقول لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرايل نزل عليه فقال يا آدم أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه وأزد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة ألا تأكل من هذه الشجرة وليس بواسطة فأكلت منها وعصيت الله فقال آدم يا جبرايل إن إبليس حلف لي بالله إنه لناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبة منطق مراجع النجا هذه أحاديث أهل البيت رسول الله قال لنا من أنه مخلف فينا الكتاب والعترة العترة خلفت فينا حديثهم لقد تركوا لنا حديثهم وأشرفوا على جمع حديثه والحكاية طويلة فجاء مراجع الشيعة واقتنعوا بكلام النواصب وهكذا خدعهم إبليس من أن النواصب قد سبقوكم بعلم الرجال ومن أنهم قد أصابوا في ذلك فتمسك مراجع النجفي بعلم الرجال ودمروا دين العترة الطاهرة فمشكلة أبينا آدم في ميزان التقييم لأن إبليس حلف له فصدقه لأن أبان آدم هكذا يقول فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبة فوضع قاعدة للتقييم فقيم إبليس وفقا لهذه القاعدة تلاحظون أن مشكلتنا من البداية هي في التقييم الملائكة الملائكة مشكلتهم في التقييم حينما قيموا آدم بميزان تقييمهم لكن الله قال لهم من أنكم لا تعلمون ولذا تراجعوا واعتذروا وسجدوا لأبينا آدم وانتهت مشكلة الملائكة وعلموا بأن موازين تقييمهم ليست صحيحة فرفضوا علم رجالهم إنهم ملائكة هذا هو منهج الملائكة المنهج الرافض لعلم الرجال أما إبليس فبقي متمسكا بمنهج القياس في تقييم أبينا آدم وأمنا حواء أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولا زال إبليس على هذا المنهج يتمسك بعلم الرجال ومن هنا صنع علم الرجال للنواصب وصنع علم الرجال لنواصب النجف لمرجعة النجف هذه هي الحقيقة من الآخر مشكلة أبينا آدم التي أخرجته من الجنة هي هذه لكن أبان آدم تراجع عن ذلك فإنه حينما نزل إلى الأرض اتضحت له الصورة فتراجع عن ميزان التقييم هذا إبليس بقي فمراجع نجفي أبالس أبالس الملائكة أخطأوا في التقييم سبحانه وتعالى قال لهم إنكم لا تعلمون ميزان تقييمكم الملائكة أخطأوا في التقييم الله سبحانه وتعالى قال لهم ميزان تقييمكم جهل وما هو بعلم إنكم لا تعلمون فاعتذروا ورجعوا عن علم الرجال هذا وأبونا آدم لما نزل إلى الأرض وعرف الحقيقة أيضا رفض علم الرجال ورفض ميزان التقييم هذا الذي قيم به إبليس حيث ضحك عليه وأخرج من الجنة إبليس ضحك على نفسه ولا زال يضحك على نفسه لا زال متمسكا بعلم الرجال ومن هنا علم النواصب علم الرجال وعلم مراجع حوزة الطوسي علم الرجال أيضا فهم أبالسة هذه العمائم التي يلبسونها يلبسها مراجع النجف وكربلاء في الروايات في الأحاديث في الكافي هي عمائم إبليس هي عمائم الأبالسة لأن عمائم أهل البيت ليست هكذا لها تصميم آخر أما هذه العمائم العباسية هذه عمائم إبليس التي يرتديها المرجع الأعلى وسائر المراجع وسائر المعممين في حوزة الطوسي في النجف وكربلاء هذه علامة المنهج الإبليسي وما علم الرجال إلا صفحة من صفحات البرنامج الإبليسي القذر هذه الحكاية واضحة من البداية حكاية الملائكة أخطأوا في التقييم ولكن بعد ذلك تراجعوا رفضوا علم الرجال أبونا آدم وأمنا أخطأوا في التقييم ولكن تراجعوا ورفضوا علم الرجال الذي بقي متمسكا إلى هذه اللحظة إبليس بعلم الرجال وموازين التقييم نذهب إلى فاصل عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ فَقَالَ مَيْتٌ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا وَنُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ إِمَامًا يُؤْتَمُ بِهِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا قال الذي لا يعرف الإمام ومن قصة والد البشرية الأول من قصة أبينا آدم إلى قصة والد البشرية الثاني نوح النبي في سورة هوت في الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من السورة وهي تجري بهم في موج كالجبال إنها سفينة نوح لقد بدأ الطوفان لقد فار الطوفان من تنور سام إنه الإبن الأكبر لنوح النبي لقد فار الطوفان من تنور بيت سام بدأ الطوفان تحركت تحركت سفينة النجاة وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين كل هذا يشير إلى ضلاله ومع ذلك فإن نوحا النبي ما أحسن تقييم ابنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لأن الله وعده نجاة أهله إلا من استثني إلا من كان على الخيانة والضلال كزوجته موقف زوجته كان واضحا لدي لكن موقف ابنه لم يكن واضحا هكذا يقول ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي من أهلي الذين وعدتني أن تنقذه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فماذا قال الله سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك ميزان التقييم عندك خاطئ ونوح نبي من أولي العزم إذا كان أبونا أهدم أخطأ في التقييم قبل النزول إلى الأرض حينما كان في الجنة التي كان فيها فنوح نبي من أولي العزم وفي آخر أيامه وبعد أن تحققت هذه الآية العظيمة إنها آية الطوفان قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الآية واضحة من أن علم الرجال ما هو بعلم يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين علم رجالك يا نوح جهل قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فما كنت أظنه علما في ميزان تقييم الرجال تبين أنه جهل ولذا فإنه يقر بجهله ويطلب المغفرة قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم ني أكون من الخاسرين هذا الموقف يحتاج مننا أن نقف عنده طويلا نوح نبي من أولي العزم وقد طال عمره كثيرا طال عمره قرونا قرونا وقرونا وهو لا يحسن تقييم ابنه الذي يعيش معه في بيته مراجع النجف وكربلاء الذين يعيشون الآن في سنة ألف أربعمية وثلاث وأربعين للهجرة كيف يحسنون تقييم الرواة الذين عاشوا في القرن الهجر الأول أو في القرن الهجر الثاني أو في القرن الهجر الثالث لم يعيش في أيامه ولا توجد كتب صحيحة تحدثنا عنهم ولا يملكون أي شيء عنهم فكيف يقيمون هؤلاء الرواة ونوح نبي من أولي العزم وبعد أن طال عمره قرونا وقرون ها هو لا يحسن تقييم ابنه الذي يعيش معه في بيته وسبحانه وتعالى يوبخه توبيخا شديدا قال يا نوح إنه ليس من أهلك ما الذي تقوله يا نوح ميزان تقييمك الرجالي خاطئ بالمرة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إذا بقيت على علم الرجال هذا فإنك جاهل يا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فعلم الرجال هذا الذي كنت أقيم به ابني هذا جهل ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين فإن العمل بعلم الرجال معصية على العاملين بعلم القنادر هذا أن يستغفروا وأن يطلبوا الرحمة وأن يعودوا من ضلالهم إلى الهدى وكل الفتاوى وكل العقائد وكل التفسير الذي استنبط واستخرج واستنتج وفقا لعلم الرجال فهو ضلال في ضلال في ضلال مشكلة كبيرة عند مراجع النجف وكربلاء لقد أسسوا الدين بكل تفاصيله على علم الرجال وعلم القنادر هذا هنيئا لشيعة بمراجعهم العظام الكرام هنيئا لهم بهؤلاء الذين أسسوا لهم دينا على علم القنادر هذا تدبروا في هذه الآيات نحن في شهر رمضان هذا هو شهر القرآن تدبروا في حال الملائكة حينما استعملوا ميزان التقييم الذي عندهم سبحانه وتعالى قال لهم إنكم لا تعلمون هذا الذي تعدونه علما هذا جهل فتركوه ورجعوا إلى صواب أبونا آدم حين قيم إبليس لأنه حلف له فتبين أن التقييم جهل وضلال ولذا فإن أبان آدم تراجع عن ذلك إبليس قيم أبان آدم بمقاييس الضلال بقياساته الضالة الخرقاء وبقي على قياسه بقي على علم رجاله علم الرجال هو الذي جعله رجيما وملعونا حذاري حذاري من علم يؤدي إلى لعنة إلى لعنة دائمة إلى لعنة من إمام زماننا نهاية علم الرجال لعنة كلعنة إبليس ولذا فإن الملائكة تراجعوا عن موازين التقييم وأبونا آدم تراجع عن موازين التقييم وها هو نوحن النبي شيخ المرسلين من أنبياء أولي العزم ها هو يتراجع إنه يطلب المغفرة ويطلب الرحمة لأنه في لحظة من اللحظات اعتمد علم الرجال تدبروا في هذه الآيات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين هذا تقييم علم الرجال فماذا جاء الجواب من الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم علم رجالك هذا جهل في جهل إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إنني أتبرأ من علم الرجال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين العاملون بعلم الرجال من الخاسرين إنهم من أتباع إبليس لعنة الله عليه ها هم الملائكة يرفضون علم الرجال وها هو أبونا آدم يرفض علم الرجال وها هو نوح النبي يرفض علم الرجال نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا رأيته حسفته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بريه عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه سورة يوسف لا أريد أن أحدثكم عن أهمية هذه السورة لكننا نقرأ في بداياتها في الآية الثالثة بعد البسملة نحن نحن نقص عليك أحسن القصص هذه سورة يوسف إنها أحسن القصص حينما حينما تكون سورة يوسف أحسن القصص يفترض فينا أن نعتبر منها وأن نعتبر بها وبما جاء في تفاصيلها نحن نقص عليك أحسن القصص نبينا صلى الله عليه وآله عالم بكل شيء هو لا يحتاج إلى أحسن القصص أنا وأنتم الذين نحتاج إلى أحسن القصص الخطاب القرآني نزل بإياك أعني واسمعي يا جار الآية تخاطبني أنا وتخاطبكم أنتم نحن نقص عليك علي أنا وعلي نحن نقص عليك علي أنا وعليكم أنتم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الخطاب لفظا إلى رسول الله والمعنى لي وإليكم وإن كنت من قبله لمن الغافلين فأنا الغافل وأنتم الغافلون رسول الله ما هو بغافل الغافل أنا والغافلون أنتم هذا هو خطاب القرآن لفظا إلى رسول الله مضمونا ومعنا وفحوى لي ولكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذا ذهبنا إلى آخر السورة إلى آخر آية فيها إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة في أول الآية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الألباب العقول الألباب خلاصة العقول العقول في أعلى درجات نقائها وصفائها تلك هي الألباب لقد كان في قصصهم في قصصهم التي هي أحسن القصص كما جاء في أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص وفي آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فماذا نجد في سورة يوسف أأخذ صورا منها في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة من سورة يوسف واستبق الباب في واقعة يوسف وزليخة واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إنه عزيز مصر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي عزيز مصر ماذا يفعل عزيز مصر وسائر الناس موازين التقييم التي عندهم سيحكمون بالسوء وبالظلم على يوسف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي موازين التقييم ستذهب لصالحي زليخ لكن المعجزة حدثت لو كانت موازين التقييم صحيحة لذهب الحق باتجاه يوسف ولكن الأمر ليس كذلك من هنا جاءت الحاجة إلى المعجزة صبي رضيع في المهد هو الذي تكلم كان من عائلة قريبة لزليخة أمه جاءت في زيارة لزليخة وتركت صبيها في المهدي في ذلك المكان وشهد شاهد من أهلها قطعا لم يكن هناك من شخص كبير فإن المكان كان خاليا زليخة أخرجت الجميع من المكان كي تختلي بيوسف وغلقت سبعة أبواب لكن هذا الرضيع كان موجودا لم تلتفت إليه فلذا فكذبت أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ميزان التقييم تغير بسبب الإعجاز وإلا فإن ميزان التقييم سيحكم بالفاحشة وبالظلم على نبي الله يوسف لكن المعجزة تدخلت هنا فشهد شاهد من أهلها ذلك الصبي الرضيع الذي ليس في عمر أن يتكلن أو أن ينطق فنطق هذا الصبي بمقدار ذلك الكلام الذي تكم به من هنا صعق عزيز مصر إنها معجزة واضحة ولذا طلب من يوسف أن يستر الأمر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك صار واضحا من أن الذي خطط لكل هذا البرنامج السيء زليخة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين لقد قال لها إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم لو لم تتدخل المعجزة لصار الأمر معكوسا هذا مثال من حياة نبي لو لم تكن هناك معجزة لحكم عليه بالظلم لحكم عليه بالفساد موازين التقييم عند الرجال خاطئة مع أن عزيز مصر كان معروفا بالحكمة وبالتأني وكان محبا ليوسف أحب يوسف حبا شديدا لكن موازين تقييم الرجال هكذا وهذا هو حالها من هنا تدخلت المعجزة تدخل الله سبحانه وتعالى لإنقاذ نبيه من علم الرجال هذه معجزة لإنقاذ نبي من تقييم علم الرجال يا أيها الشيعة أنقذ دينكم أنقذ أحاديث أهل البيت أنقذ تفسير علي وآل علي من مراجع النجف وكربلاء من موازين تقييم علم القنادر هذا نحن هكذا نقرأ في آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا كنتم من أولي الألباب فهذه هي العبار في سورة الزمر نقرأ نقرأ في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة الذين الذين يستمعون أولي 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 الألباب وها هو يقول لنا فبشر عبادي أي عباد فبشر عبادي الذين يستمعون القول القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فاعتبروا اعتبروا يا أولي الألباب اعتبروا هذا شهر رمضان وهذا قرآننا وهذه الآيات واضحة وصريحة لو أن الله ترك يوسف النبي لميزان تقييم الرجال لأصبح زانيا لأصبح مجرما لكن الله تدخل بالإعجاز لإلغاء موازين تقييم الرجال الله أنقذ نبيه من موازين تقييم الرجال فأنقذوا دينكم أنقذوا دينكم يا أيها الشيعة من براثن هؤلاء المجرمين إنني أتحدث عن مجرمي حوزة النجف وكربلع عن المراجع لقد أجرموا بحق محمد وآل محمد كثيرا وأجرموا بحق القرآن فما فسره بتفسير علي وآل علي لماذا؟ لأن الأحاديث التفسيرية ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر لقد أجرموا بحق الأدعية وبحق الزيارات لقد أجرموا بحق إمام زماننا جاءونا بدين وأحكام من روايات محدودة هم اختاروها وفقا لعلم القنادر لو أنهم أخذوا بكل الروايات لأصبح الدين بشكل آخر ولتغيرت الأحكام وتغيرت الفتاوى لقد أجرموا بحق أجدادنا وآبائنا ضللوهم صنعوا لهم دينا قذرا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد وضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا أنقذوا أنفسكم من علم القنادر هذا من علم الرجال ألا تعتبرون بهذه الواقعة لو أن الله ترك يوسف لموازين تقييم الرجال لتغير مسار الحياة بالنسبة ليوسف النبي لتغير مسار الحياة بالنسبة ليوسف النبي ولكن الله تدخل بالإعجاز لإبطال تقييم علم الرجال فأنقذ نبيه من ذلك أنقذوا دين محمد وآل محمد من هذه القذارة الشيطانية إبليس إبليس لعن ورجم بسبب هذا العلم ولا لا زال رجيما وملعونا لأنه يتمسك به وهو الذي علم النواصف هذا العلم وعلم مراجع النجف وكربلاء هذا العلم ومن هنا أصبحنا في ضلال وتيه كما وصفه أمير المؤمنين هو أضعاف تيه بني إسرائيل نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيئ كون قبلهما فلم يزال يجرياني طاهرين مطحرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه لقطة أخرى من سورة يوسف حينما وضع يوسف صواع الملك في رحل بن يامين الحكاية الحكاية تحدثت عنها سورة يوسف وبعد أن تبين بنحو ظاهري من أن بن يامين هو الذي سرق صواع الملك فلقد فتشوا أمتعتهم ووجدوا صواع الملك في رحل بن يامين قالوا أخوة يوسف إن يسرق إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل يتحدثون عن يوسف لأن بن يامين ويوسف من أم واحدة يقصدون من أن شقيقه قد سرق من قبل وهذا تقييم خاطئ في شرعة بني إسرائيل الذي يسرق شيئا يصبح خادما عند الذي سرق منه عمة يوسف كانت تحبه وكانت تأخذه معها إلى بيتها يعقوب كان يرسل على ولده يوسف لا يبقيه دائما في بيت عمته وهي راغبة في بقائه دائما في بيتها فماذا صنعت ألبسته أثرا من آثار جده إسحاق ألبسته ذلك الأثر تحت ثيابه وجاءت به إلى بيت أبي ثم ادعت من أن أثرا من آثار إسحاق النبي قد سرق وفتشت يوسف أمام أهله فكان ذلك الأثر تحت ثيابه كان يوسف صغيرا فقالت إن يوسف قد سرق هذا مني وعليه فلابد أن يبقى خادما في بيتي فقالوا إن يوسف قد سرق أثرا من آثار جده إسحاق من بيت عمته ولم يكن يوسف قد سرق شيئا وإنما عمته دبرت المكيدة له حينما سألوا يوسف النبي عن الحب قال ما أصابني من ضرر إلا من الحب أحبتني عمتي فأصبحت سارقة وأحبني أبي فألقاني أخوتي في البئر وأحبتني زليخة فأودعت في السجن هذا هو الذي لقيته من الحب فبسبب حب عمته له رتبت عمته هذه المكيدة واتهم بالسرقة وكان طفلاً صغيراً واتضح الأمر بعد ذلك ولكن مع كل هذه السنين فإن فإن ميزان التقييم عند أخوة يوسف ميزان خاطئ ميزان ظالم يصفون يوسف بأنه سارق قالوا إن يسرق بخصوص بن يامين فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان علمكم وكلامكم شر والله أعلم بما تصفون علمكم ليس صحيحاً تقييمكم ليس صحيحاً علم رجالكم هذا شر قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون موازين العلم عند الله هذا يعيدنا إلى سورة البقرة في الآية الثلاثين بعد البسملة حينما قال الملائكة ما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تقوم تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون هذا الذي تظنونه علماً إنه جهل موازين تقييمكم جهل ولذا اعتذروا وتركوا علم الرجال وعلم التقييم هذا هم ملائكة يقيمون رجلاً فهو علم رجال ويوسف هنا يقول لأخوته أنتم شر مكاناً والله أعلم بما تصفون هذه سورة يوسف التي نقرأ فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أأخذ لكم لقطة أخرى من سورة يوسف يعقوب النبي كيف تقيمه عائلته وعائلته عائلة لم تكن جاهلة بالمطلق عائلة نبي عندها من المعلومات والثقافة أما أولاده فكانوا على علم أخوة يوسف كانوا على علم لم يكنوا جهالاً بالمطلق كانوا على علم كانوا من علماء بني إسرائيل ولما فصلت العير بعد أن تعرف أخوة يوسف على يوسف وأعطاهم قميصه كي يلقوا به على وجه أبيهم ولما فصلت العير خرجت من المدينة في مصر قال أبوهم يعقوب وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف لقد شم رائحة قميص يوسف الذي أقبل به أولاده متى في الوقت الذي خرجت القافلة من مصر في بداية الطريق ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تقيموني بعلم رجالكم يا عائلتي بموازين تقييمكم فماذا قالوا له قالت الله إنهم يحلفون إنهم يقسمون قالت الله إنك لفي ضلالك القديم لازلت تتذكر يوسف يوسف أين هذا لا وجود له لقد انتهى وولى قالت الله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ألقى القميصة على وجه يعقوب فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون الكلام هو هو في واقعة الملائكة والكلام هو هو في حديث يوسف مع إخوته حينما وصفوه بأنه سارق والكلام هو هو في قصة نوح النبي حينما حذره الله أن يكون من الجاهلين وأن يقول في تقييم ابنه وفقا لموازين تقييم علم الرجال قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا استغفر لنا من علم الرجال إنها معصية وحق الحسين أعظم معصية جرت في التأريخ الشيعي أن طبق مراجع النجف وكربلاء علم الرجال على الأحاديث التفسيرية فنقضوا بيئة الغدير وكفروا بها وطبقوا علم الرجال على أحاديث المعارف والعقائد فنقضوا عقيدة أهل البيت وجاءونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة وطبقوا علم الرجال في حق للفتاوى فجاءونا بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان مثل ما أفتى السيستاني لكم بحلية التلقيح الصناعي بمني بمني رجل كافر بمني رجل نحصبي يدخلونه في رحم الشيعية عبر أنابيب الاختبار وهذه الفتاوى التي يصدرها السيستاني وغيره من أن الصلاة تكون باطلة بذكر علي ألا لعنة على فتاواه ألا لعنة على صلاتهم ألا لعنة على دينهم كل هذه القذارة من علم القنادر هذا من علم الرجال قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا خاطئين استغفر لنا ذنوبنا تقييمنا لك يا أبانا كان ضلالا وتقييمنا لأخينا يوسف كان ضلالا هذا هو تقييم الرجال يعقوب نبي ويوسف نبي وهؤلاء أولاد نبي أولاد الأنبياء وأخوهم نبي لكنهم اعتمدوا علم الرجال في تقييم أبيهم وهم يعيشون معه وقد ظلموا ظلموا أباهم ومع ذلك يطبقون عليه موازين علم الرجال لقد أخذوا عزيزه من أخذوا يوسف وأرادوا أن يقتلوه وقذفوا به في البئر حكاية يوسف مع أخوته وظلموا أخاهم وهو نبي ومع ذلك قيموه بأنه سارق هذه موازين التقييم الكلام هو هو الذي مر علينا في قصة نوح النبي في سورة هوت ومع ذلك قال ربي أني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا خاطئين حينما قيمنا أخانا يوسف بأنه سارق وحينما قلنا لك إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ظلم للأنبياء ظلم للرسل علم الرجال ظلم لفاطمة وأهل فاطمة حينما ينكرون ظلامتها لماذا اعتمادا على علم القنادر هذا حينما يبرعون قتلتها من قتلها لماذا اعتمادا على علم القنادر هذا حينما ينكرون إمامتها لماذا اعتمادا على علم القنادر هذا ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على علم رجالهم ألا لعنة على منهجهم هؤلاء لا يختلفون كثيرا عن قتلة أمير المؤمنين الخوارج يدعون من أنهم يطلبون الحق ولكنهم أخطأوا أخطأوا وهؤلاء أيضا أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء يدعون أنهم يطلبون الحق ولكنهم أخطأوا ذهبوا في المسار الخاطئ وحينما تقام الحجج عليهم عنادا وحسدا ولأمراضهم النفسية القذرة لا يعودون إلى الهدى وقت الحلقة صار طويلا تكملة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا لعنة على قتلة أمير المؤمنين لعنة على قتلة فاطمة وآل فاطمة في أمان الله شكرا